موسيقى طفرة كبيرة شهدها قطاع الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد وأصبحت صحة المصريين على رأس أولويات الدولة المصرية لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من المبادرات الرئاسية والمشروعات التي أنعاشت قسد القطاع الصحي المنهج بلغت مشروعات القطاع الصحية على مدار السنوات الماضية أكثر من 965 مشروعاً بتكلفة إجمالية مقدارها 91 مليار قنيها على مستوى محافظات الجمهورية وجاءت المبادرات الرئاسية لتداوي ألام المصريين وتنتشي لهم من أنياب المرض كمسؤولية تتحملها الدولة تجاه مواطنها مثل مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي التي أصفرت عن علاج أربعة ملايين مواطن بالإضافة إلى مبادرة علاج سوء التغذية للأطفال بالمدارس ومبادرة دعم الصحة المرأة ومبادرة علاج ضعف وفقدان السمع ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة ومبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد كما شاملت المبادرات الرئاسية واحدة من أهم المبادرات التي سعت للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحارقة والعاجلة التي ساهمت في إنقاذ حياة مليوني مواطن منظومة التأمين الصحي حظيت باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي متمثلة في تنفيذ سلاسة وتسعين مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجيد مستشفيات وعيادات بتكلفة وصلت إلى سمانمائة وواحد وأربعين مليون قنيها كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيا إلى سلاسة وخمسين مليون مواطن فضلا عن خمسة عشر مليون مواطن من الفئات الجديدة التي أدرجت تحت مظلة التأمين الصحي قلنا لحضراتكم في البداية نحن نتحدث النهاردة عن القطاع الصحي والتطوير اللي حصل في القطاع الصحي والتحديات اللي كانت موجودة في هذا القطاع على مدار السنوات اللي فاتت إزاي دخلنا في ملفات كانت وجع قلوب ناس كتير زي فيروس سي وتم القضاء على فيروس سي إزاي اشتغلنا على قوام الانتظار من 2018 إزاي ابتلينا في مبادرات رياسية حلت أزمات كتير ويعني خلقت شعاع نور وأمل في قلوب ناس من واجع ومرارة المرض لأمل الشفاء في بيوت كتير لأن الحقيقة المريض مش مريض لوحده هو وأسرته كلها بيكونوا داخل المرض ده كل التطوير اللي حصل في المنظومة الطبية في المستشفيات من تطوير من بناء مستشفيات جديدة من الكوادر الطبية نفسها اللي تم الارتقاء بهذه المنظومة وشفنا دولة مسناف أزمات زي كورونا أعتقد كلنا حسينا بقيمة الأطقم الطبية المصرية في أزمة كورونا هنتحدث ده بشيء من التفصيل مع دكتور حسام عبدالغفار النهار در نورنا المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وسأل خير على حضرتك يا داكتور أهلا من حضرتك يا فانتور التطوير اللي حصل في المنظومة الطبية على مدار السنين اللي فاتت والتغيير الحقيقة تم على أصعد مختلفة سواء من بناء مستشفيات جديدة من استحداث خدمات يمكن ما كانتش موجودة من تأمين صاحي من مبادرات رياسية يعني قضت على فيروسات كانت متوطنة زي فيروسي والكثير طبعا من المبادرات الرياسية قوائم الانتظار كل هذا يعني غير شكل ومضمون جودة الحياة الصحية المقدمة للمواطنين في المنظومة الصحية في مصر يعني فهي حك ذكرتي كثير من أوجه التغيير اللي حصلت على الأرض في منظومة الصحة من 2014 لكن خليني أقولك من وجهة نظري أنا الخاصة إيه هو التغيير الحقيقي الذي حدث من 2014 في منظومة الصحة الحقيقة يمكن أكبر تغيير حصل هو أن الدولة المصرية بتوجهات السيد الرئيس خرجت من المفهوم الضيق للصحة في كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع للصحة وهو حق المواطن في حياة صحية سليم وبالتالي الدولة ما تحركتش بس على مستوى توفير العلاج زي ما كان بيأصل قبل كده توفير العلاج ده مهم لكن المهم بشكل أكثر اتساعا وشمولا إزاي نسح يا حياة صحية عشان كده الدولة تحركت على أربع معاول الصحة المواطن اللي هو متلقي الخدمة والمواطن ده من حقه يعيش حياة صحية زي ما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والروحي والاجتماعي فكانت المبادرات الرئاسية اللي بدأت يمكن كما أعلن الدكتور خالها بالغفار وزير الصحة في سكان لما أطلق مبادرة أو حمل حملة 100 يوم صحة إنه وزارة الصحة والدولة معك من أول يوم لما اتنين بيفكروا يتجوزوا مهم إنه الجواز ده يبنى على أسو الصحية سليمة فكانت مبادرة السيد الرئيس للكشف على المخبلين على الزواج عشان نضمن أسرة سليمة زوج سليم زوجة سليمة وزي ما كلنا عارفين إن إحنا مش بنتكلم على إنه سلامة الكشف شرط للجواز لكن الكشف هو شرط للجواز إحنا النهاردة بنتكلم على رقم من لما بدأت المبادرة في فبراير تجاوز ال700 ألف واحد تم الكشف عليه كشف يشمل الأمراض الوراثية يشمل المشورة النفسية يشمل الصحة الإنجابية إيه هو السن المناسب للإنجاب الفترة البينية المناسبة للحمل والحمل الآخر عشان كل واحد في الأسرة ياخد حقه حق الطفل في إنه يتمتع بحياة صحية سليمة حق الأم إنه يبقى سنها مناسب حقها إنها ما تكونش من الخمسين في المية لإنه الدراسات بتقول إنه خمسين في المية من وفيات الأمهات بتحصل في أمهات أمهات أنجابوا قبل سن العشرين حقها إنها متكونش واحدة من الخمسين حق الطفل إنه بيكونش من العشرين في إيه لأنه دراسات بتقول إنه عشرين في المية لإنه بتحصل لو أمهات أنجابوا قبل سن العشرين حقك كطفل أنك ما تبقاش من العشرين في المية دولة وحقك كأم أنك ما تبقاش من العشرين في المية دولة ولما بيحصل الحمل بيبقى برضو وزارة الصحة والدولة معك في مبادرة السيد الرئيس لصحة الأم والجليل لما بيحصل الإنجاب بتبقى مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال المبتسرين وفي المرحلة الأولى أيضا مبادرة السيد الرئيس للكشف عن ضعف السمع في الأطفال اللي احنا تجاوزنا النهاردة رقم أقرب من الأربعة واثنين من عشر مليون طفل تم الكشف عليهم طيب كملنا دخل المدرسة لقيت مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الأنميا والتقزم والسمنة واحنا ماشيين فيروس سي سن 18 سنة المرأة مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكرة عن صحة المرأة المرتبطة بأورام الثادي والنهاردة في عندنا مبادرة أيضا رئيسية للكشف المبكرة عن الأورام بشكل عام القولون الرئى البروسطة عنق الرحم واحنا ماشيين في السكة كده سنة 30 فصاعدا بتيجي مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الاعتلال الكولوي وبيفضل الدولة بتفضل مع المواطن في حقه في الحياة الصحية لحد ما نوصل لمبادرة السيد الرئيس للكشف على كبار السن والمسنين واحنا ماشيين ما فيش حد فينا لا يأمن انه يتعرض لاحتياجه لتدخل جراحي فكانت مبادرة السيد الرئيس للقضاء على الانتظار غير المبرر في قوام الانتظار النهاردة بدل ما كان الناس بتستنى بالسنة والسنة ونص عشان تعمل عملية أسطرة النهاردة بنتكلم فيه أسابيع قليلة على الرغم من كل المؤوقات اللي موجودة وعلى الرغم من صعوبة سلاسل الإمداد على المستوى العالمي بسبب الأحداث اللي بيمر بها العالم ما زالت الدولة تنفق بشكل كبير جدا على الصحة فاحنا بنتكلم النهاردة على جزء أساسي من المنظومة الصحة حصل فيه تطوير كبير جدا وهو حق المواطن في الصحة طيب وإحنا شغالين مع حق المواطن في الصحة طيب حق المواطن بقى افتلقي العلاج هل التوقف الحقيقة النهاردة عندنا أكتر من 967 مشروع يعني يقرب من ألف مشروع من 2014 لحد دلوقتي بتكلفة إجمالية تجاوزة 96 مليار جنيه صحيح تقريبا ما فيش محافظة ما فيش فيها يا مستشفى بتتبيني جديد يا مستشفى بيتم تطويرها ويمكن خليني أحاول أسرد لحقيق بس كده نمازج في كل المحافظات يعني محافظة الجيزة عندنا مستشفى شابرامانت المركزي بتكلفة 150 مليون جنيه على مساحة 24 ألف متر وبرب وتطوير ده إنشاء جديد وتطوير كامل لمستشفى صدر العياط بتكلفة 63 مليون جنيه الأليوبية مستشفى الأناطر الخيرية بتكلفة 328 مليون جنيه على مساحة 13 ألف و740 متر وبرب مركز علاج الحروق بمستشفى الأناطر الخيرية مستشفى الخنكة المركزي مستشفى طوخ المركزي الإسكندرية مستشفى شرق المدينة مركز الأسطرة والقلب بتكلفة 114 مليون جنيه ومبنى العزل مستشفى حميات الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه على مساحة 3290 متر مربع بطاقة السعبية 48 سجد السويس مجمع السويس الطبي واحد من أكبر المجمعات بتكلفة 1.7 مليون جنيه أكبر صرح طبي بإقليم القناة يعني حاجة ما حصلتش قبل كده على طوال سنوات الدولة المصرية الإسماعيلية تطوير مستشفى الأصصي تطوير مستشفى فاي تطوير مستشفى العنطرة غرب العنطرة شرق التل الكبير الشرقية تطوير مستشفى حميات الزأزي بتكلفة 28 مليون جنيه وصدر الزأزي بـ 21 مليون جنيه الغربية مستشفى طنطة العام بتكلفة 567 مليون جنيه على مساحة 13.100 متر مربع بالطاقة تقليبا 200 سرير مستشفى محلة مرحوم الفيوم مستشفى صدر الفيوم مستشفى الفيوم للتأمين الصحي البحر الأحمر مستشفى الغرداء العام القصير المركزي البحيرة مركز تطوير مستشفى الأمراض الصدرية وتطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة كوم الفرج بتكلفة 42 مليون جنيه أنا بتهيالي أنه في ناس كتير بيسمعون أول مرة يسمعوا أسماء القرى صحيح فما بالك الدولة بتستثمر فيها المنفية مستشفى البجوري المركزي بتكلفة 193 مليون جنيه المينيا تطوير وإنشاء مستشفى العدوى المركزي بتكلفة 392 مليون جنيه مستشفى بني مزاري المركزي بتكلفة 367 مليون جنيه الوادي الجديد مستشفى الدخل العام بتكلفة 513 مليون جنيه فورسعيد مستشفى السلام بقيمة 445 مليون جنيه جنوب سيناء الطور الجديدة نوابع المركزي دهب المركزي ضميات مستشفى الصحة النفسية والعصبية بضميات ويمكن يا راقصر كل الأرقام اللي حاكم تسريدها دي بتترجم حديث سيد رئيس دائما عن أنه صحة المواطن المصري أمن قوي أنا أقول أنه منذ 2014 مفيش تجمع للمصريين على أرض مصرية إلا ومسته يد التطوير الصحي في البناء والإنشاء يعني مفيش مكان تركته الدولة المصرية ومفيش مكان ما تحركتش فيه وزارة الصحة بتوجيهات السيد الرئيس عشان نبني أو نطور في كل المحافظات مفيش محافظة مفيهاش عمل دقوب من 2014 حتى هذه اللحظة وأنا مش بتكلم على خطط خمسية يعني إلا أنا بقوله ده النهارة لو خدنا كاميرا ورحنا صورنا هنلاقي ده يعني مش بقولك دي الخطة الخمسية بتاعت لا ده أنا بقولك ما حدث من 2014 ل20-23 ولسه أنا ما كملتش بقية المحافظات يمكن عشان الوقت لكن خلينا نتكلم على شمال سينة نتكلم على كفر الشيخ نتكلم على لقصر لا يوجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاء طب هل الدولة المصرية اكتفت بالمواطن وبالإنشاءات لا الحقيقة الفريق الطبي الفريق الطبي النهاردة حجم القوانين التي صدرت من 2014 لدعم الفريق الطبي ما حصلتش في العقود السابقة بداية من أنت عملت في 2014 الاستثمار بالكوادر الطبي دي نقطة هامة جدا لكن أستأذنك لازم أروح لفاصل ونرح أكمل الحديث مع حضرتك عن خطط المستقبلية وزارة الصحة حالة التكامل ما بين المبادرات الرئيسية في وزارة الصحة كافة لكن هروح لفاصل ونرجع نستكمل حديثنا مع دكتور حسام عبدالغفار ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم أهلا بحضرتكم من جديد ونعود لضفنا الكريم دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ودكتور كنا نتكلم قبل الفاصل عن تطوير الكادر الطجبي بالضبط عن الاهتمام الدولة بالكادر الطبي وكنت بقول لهيك أنه حجم القوانين التي صدرت منذ 2014 متضمنة ما شؤون الكادر أو العاملين في القطاع الصحي والفرق الطبية يمكن لم تحدث قبل ذلك كانت البداية بقانون 14 لسنة 2014 اللي لأول مرة بيخرج الكادر الطبي من ناحية الأجور من الأجور المرتبطة بالدرجات الوظيفية نظام الأجور في مصر المبني على الدرجة الدرجة الأولى بياخد مرتب الدرجة الثانية بياخد مرتب الكادر الطبي له طبيعة خاصة طبيعة عمله مختلفة طبيعة أوقات شغل مختلفة الضغوط اللي وقع عليه مختلفة طبيعة المهارات والمخاطر اللي بتعرض لها طبعا من خاطر الكبير المخاطر مختلفة وبالتالي كان لازم يخرج من هذه المنظومة المرتبطة على الدرجة الوظيفية إلى منظومة خاصة به وبهذا كان قانون 14 بعد قانون 14 صدر القانون 18 عشان يدخل العاملين في المستشفيات الجامعية وبعد كده صدر قدون بدل مخاطر المهنة الطبية في 2020 ثم أخيرا القانون رقم 18 يغير برضو وزود فيه بدل المخاطر أو فيه إجمال ما يتقضاه العاملين في الكوادر الصحي طبعا إحنا هو ده كفاية لا مش كفاية وأقل بكثير من الكفاية لكن هناك تغيير سريع حقيقي ويمكن إحنا النهاردة وإحنا بنتحرك نحو الدعم المادي للكوادر الطبية محملين برضو بفترة طويلة من الركود في ده يعني يمكن الموضوع شوية يبقى أرجع لخلفية الأكاديمية بقول أنه أنا كأستاذ جامعة مثلا في سنة 1972 اللي هو قانون تنظيم العمل بالجامعات كان بيقول أنه أستاذ الجامعة بيصحح الورقة بنص جنيه النهاردة الرقم ده زاد بس الحقيقة أنا لو من 72 الدولة كانت العد 2014 الدولة كانت واخدة خطوات جدية في أنها بتزود الرقم ده من نص جنيه 5 جنيه كل سنة كان زماني النهاردة بدأت برقم لما أجي زود عليه بقى عندي أساس لكن الحقيقة لأنه كان فيه نوع من أنواع الاستقرار غير المحمود في التطوير ده خلنا احنا بمضطرين أن احنا ندفع فاتورة أديبة وكتيرة قوي فبناخد وقت لكن الدولة تتحرك وتحرك بسرعة جدا طيب هل بس الجزء المادي لا الحقيقة صدر القانون رقم 12 لسنة 20-23 الخاص بي المجلس الصحي المصري إلا لسه مجلس الوزر المبارح أو أول المبارح وافق على الليحة التنفيذية لي اللي هو ده بينظم التدريب المهني والتخصصي للعملين في القطاع الصحي ودي كانت واحدة كبيرة من إشكاليات الفريق الصحي وهو مسألة التدريب لأنها يعني أتوقع خلال الجلسة أو خلال الدورة البرلمانية القادمة إن شاء الله هيصدر أيضا قانون المسئولية الطبية وهو أحد القوانين الهامة جدا اللي بيطالب بها الكادر الطبي طيب ده على مستوى الكادر الطبي على بقى مستوى زي ما قلت الحقيق كده القانون الهام جدا للي صدر في سنة 2018 وهو قانون رقم 2 الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الحلم الطموح اللي اتحقق في ست محافظات وإن شاء الله في فترة قريبة جدا يمتد إلى محافظات أخرى عشان يبقى فيه تغطية صحية كاملة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل اللي الدولة لحد الوقت انفقت عليها ما يقرب من 51 مليار جليه عشان أقدر أغطي وأقدم خدمة صحية يمكن آخر الدراسة الاقتصادية اللي طلعت من منظومة الصحة العالمية والبنك الدولي بتقول انه بعد سنة واحدة من تطبيق المنظومة في بورسعيد انخفض انفاق المواطن طبعا رب الأسرة اللي عنده تأمين صحي من 68 تقريبا في المية إلى 47 في المية بعد سنة فانبالك بقى لو لما الدراسة دي سطلع بعد 3 أو 4 سنين من تطبيق المنظومة هننزل بالانفاق من جيب المواطن إلى النسب العالمية اللي هي لا تزيد بحال من أحوال العالمية وذي ممكن من أسباب إشادة المنظمة بتأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الحقيقة هي منظومة طموحة جدا تسير بخطوات واضحة جدا ومحددة جدا وفي نفس الوقت السيد الرئيس بيدفع بشكل قوي جدا لتقصير مدة التطبيق القانون بيقول 15 سنة السيد الرئيس وجه بعشرة وإحنا بنتحرك لتحقيق هذا بشكل متوازي في كل المحافظات كده دائما في اجتماعاتنا في دارة الصحة مع السيدة وزيرة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار دائما ما يتحدث عن التوازي في تطوير الخدمة الصحية في كل المحافظات سواء اللي دخلت في التأمين أو اللي لسه ما دخلتش لكن هيجي عليها الدور بحيث أنه لما تيجي تطبق المنظومة حسب الجدول اللي موجود في القانون تبقى المحافظات جهزة ومستعدة مش لسه هنستنى نبدأ من أول وجديد أخيرا يا دكتور طموحات وزارة الصحة المصرية طموحات وزارة الصحة المصرية تحقيق الحياة الكريمة دي طموحات السيد الرئيس طموحات دولة رئيس مجلس الوزراء طموحات وزير الصحة طموحات كل العاملين في وزارة الصحة تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال الجزء اللي احنا شغالين عليه في الصحة وهو حياة صحية كريمة حالة من الكمال البدني والنفسي والروحي والاجتماعي لكل المواطنين في جمهورية مصر العربي أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسوم عبدالغفار المتحدث بيس موزارة الصحة والسكان شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا لحقيقة إفنة كده مشاهدين وصلنا معكم لآخر حلقاتنا دايما نشوفكم على ألف خير